السلام عليكم جميع بخير. النهاردة هنتكلم على حضرة السابعة اللي هو هنتكلم على والفرق ما بينهم. اول حاجة هنتكلم على الفرق ما والستاتلس ونشوف الفرق ما بينهم كده واتنين. بعد كده هنتكلم على بتاع بعد كده هنخش ازاي نعمل من بيج لبيج. وايه كزا طريقة اللي ممكن نستخدمها عشان نعمل طيب زي ما قلنا ان كل عندنا آآ هي عبارة عن او طيب احنا ايه الفرق ما بينهم هي اللي بتدار ايه تغير بتاعتها يعني نتيجة يقدر يتغير بتاعتها انما ما بتحتفسي بهاي ايه مع اي زي ما هو كاتب لك هنا ان الستاتفل هي ديناميك وكان ايه يعني انا بتاعتها ممكن تتغير نتيجة ايه نتيجة الانتراكشن مع اليوزر. على سبيل المثال لو عند وبدأ اخر رقمين والمفروض بتدوس على زرار اتفع بيطلعها للريزلز فعله البيج دي ستاتفل بتاعتها هتطلع وتتغير في اليو اي فاليو اي كده هحصل له والابيرانز ده واختلف نتيجة تغير اليوز انما ده لو مش هيتغير نتيجة الانتراكشن مع الاين مع اليوز هنا ده مثال اهو بيقول لي ايه بقى يقول لي ان دي لو وانا دست على زرار هنا ده ابليكيشن زغير كده المفروضة هدوس على ينقص الرقم ده بواحد ولو دست على زود الرقم ده بواحد بس لو انا عامل ده عبارة عن هدوس هنا هيحصل فعليا بس مش هيتأثر بالايه بالاكشن انا لو بقول له اطبع الرقم ده هيتبعه لي في في زي او في زي ما احنا هنشوف دلوقتي بس هنلاقي بتاعي مش هي ايه مش هيضغير بالنسبة لي طيب دعا نشوف كده ازاي حاجة زي كده هتتأثر دعا نشوف كده بس كده انا عملت ايه ده شكل عادي جدا ده كده شكل عادي جدا ده انا بقول له ايه دي لهم بتاعتي فانا بقول له ان انا ايه قلعت ده اللي هو هيجمع رقمين وهاي اعمل بقمين طفين شكل ده ده هتلاقيني يستهدم فيه ده شكل ده شكل ده شكل ده وبنيت ايه وبنيت عادي قلت له في العادي ده اطبع لي ايه اطبع لي النمبر بس بما ان ده عبارة عن فاي اكشن هيحصل هنا مش هيحصل اتأثر انا هنا حتى في الاكشن بقوله اصلي وهي هنا في الاكشن بقوله زود ولو طبعت الاركام هتلاقي الاركام بتتغير هنا لو بصينا تحت كده بس انا ما دست على زرار بلس الرقم تحت هنا ايه رقم تحت هنا اتغير وما دست على تاني رقم بقى تلاتة دست على تاني بقى اربعة طب دست على مينوس بقى تلاتة لاني بقول ش November رقم بس انلاقي بتاعي ما ايه ما حصلوش اي اي ما حصلوش اي تغير ما حصلوش اي تغيير ليه بقى? لان انا هييله ان ده ايه? تعال نشوف بقى لو انا غيرت بدل ما هو خليته بقى ايه? هاجي في المين بس اقول له ايه? غير لي ده كده. بسو بدأ ايه? بدأ ايه? بدأ ايه انتراكت. تمام? اهو. طيب تعال نشوف ده شكله عامل ازاي? اهو. اللي ايه بقى? بيكستند ايه? طالما انا بيكستند يبقى انا كده بقول له غير لي ايه? بتاعك نتيجة ايه? نتيجة الانتراكشن مع اليوزر. بيغير اليو اي فبيبني ايه بقى? كأنه بيبني بيريبيلد اليو اي بتاعي نتيجة الانتراكشن مع الايه? مع اليوزر بتاعي. طيب. احنا كده عرفنا ايه هو الاستيتفل ايه هو? ايه هو? عرفنا ايه الفرن ما بينه وما بين الاستيتفل. طب الاستيتفل ازاي يعملو? عشانا اعمل مفروض ان انا بعمل كلاس بيكستند ايه? استيتفل دي اول حاجة. والكلاس اللي بيكستند استيتفل ده بكرت منه حاجة من نوع استيت. طيب. النوع استيت ده بيبقى كلاس تاني. يبقى انا عشان اغير الكلاس بتاعي من استيتلس لستيتفل. بحاول الكلاس بتاعي بدل ما هو استيتلس وبكرت كلاس تاني اسمه استيت. ده اللي بي ايه? ده اللي بتتغير جوال استيت بتاعتي وده اللي بي ايه? ده اللي فيه الاستيتس بتاعت الايه? بتاعت البيج بتاعتي او بتاعت اليو اي بتاعتي. طيب. المفروض ان انا اي تغير بيحصل هنا ده في مجموعة من الاستيت وهي دي اللي بتغير الايه? وهي دي اللي بتغير معاها الاستيت بتاعتي. طيب. يبقى الاستيتفل رقم واحد. هعمل كلاس بيكستند ايه? وهاجي في الكلاس ده اقول له كارية وااخد من الكلاس التاني اللي انا عامله ايه? اللي هو بي ايه? بيبقى من ده هيبقى فيه قوة مجموعة من الايه? مجموعة من بتاعت مين? بتاعت ده. تعال نشوف ازاي ده هيحصل. اهو. اول حاجة رفت عامل الكلاس اللي ايه? وقيت جواه وقلت له ايه بقى? قلت له خد من الكلاس اللي انا عملته اللي بي ايه? طيب. وقلت له ايه بقى كريت لي منه بتاعتي. يبقى انا كده عملت اول عندي. طيب. المفروض الكلاس ده بقى اللي انا عملته ده هيكستيند ايه? هيكستيند استيت. وهيبقى جواه كل بتاعتي. اول واهم اللي هي هتبقى جواه الكلاس اللي اسمه ايه? اللي اسمه اهو. رحت عملت كلاس اهو باكستيند استيت. وروحت عيل جواه هنا. ده اسم الايه? اسم بتاعتي. تمام? يعني ده هيبقى اللي موجودة عندي. نأكد على دي كده تاني. بقى انا كريت الكلاس باكستيند استيت. وحطيت هنا استيت لي مين. الستيتفول ووجت ايه بتاعتي. وبدأ تكتب الاكواد جواه واهم فانكشن هتتحطه جواه هي الفانكشن اللي اسمها ايه? اللي اسمها بيلد. دي اللي بحط جواها اليو اي بتاعك. يبقى انت لو باني اي يو اي وعايز تحوله من استيتلس لستيتفول. اول حاجة هتعملها هتخلي الكلاس بتاعك بدلا ما هو استيتفول استيتلس هتخليه استيتفول. تاني حاجة عندك هتشيل كل البيلد فانكشن من السيتفول. من هتحطها فين? في كلاس تالت بيكستاند ايه? بيكستاند استيت. هي حاجة سهلة جدا اصلا في البي اس كود بتخليك بتوقف على الكلاس اللي استيتلس تقول له حول هو 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 من نفسه بيعمل كل التحويلة دي ايه? الواحدة. ايه? ايه بتاعتك بقى? اللايف سايكل ان انت ايه? المفروض ان انت بتعمل ايه بقى? بتعمل كلاس بيكستاند استيت وبالكارة والستيت اوبجيكت ده هو اللي بيبني عن طريق البيلد فانكشن. والمفروض ان الاب بتاعك كده بقى ايه? بقى ريسبونسل. تعالك ايه بص كده. انا هنا في كان دايما ايه? لو اي حصل حاجة يعني لو انت قفلت الصفحة وفتحت تاني كان بيستدعي الايه بقى? كان بيستدعي ده اللي هو الايه? الايه? الاستيتلس. اول حاجة بيستدعي الكنستراتكتر. دنيا حاجة بيستدعي البيلد ايه? فنكشن. لما هنا في ANDREW البيستدعي الايه? الكنستراتكتر. وبيستدعي البيلد ايه? finals state. اللي هي بتستدعي الكلاس اللي بي extend state. ويبني like the states بتاعتي. زي هنا ما هواضح اهو. انا ايه? انا بيحصل عندي ايه? في financesomes pronounce your toldestate. يستدعي البيل? يستدعي البيل. كل مرة الي هو اي دائب. لما هنا بعد. لأ ده هنكون بيستدعي الكرييت استيت هو اللي بيستدعي الكلاز تاني اللي هو فيه مجموعة من الفنكشن. اهم حاجة فيهم اللي ايه? حاجة اسمها. وحاجة اسمها وفي كل مرة عايز او تري بلد اليو ايه انت بتستدعي فونكشن اسمها ايه? او الفونكشن اللي اسمها دي ما انت بتستدعيها بتعمل تاني للايه? لليو اي بتاعك. فتشوف التغيير. زي المسال اللي احنا كنا لسه شايفينه. اما انا دست على زرار ايد. المفترض ان هو ازود ايه? ازود واحد. فرينا ايض غير. ايض غير ايه? لان انا بتاع الباطن التيكست باطن اللي انا عملت عليه. دوله بعد ما اتزود واحد فسيتل استيت. اعمل ايه? استدعى والبيلد فانكشن عملت ايه? اه ده البيلد فانكشن عملت ايه? بانت اليو اي من تاني. فانا اليو اي بقول له هاتلي الرقم من فاخد الرقم الايه? الرقم الجديد. فانا رحت اقيل له اهو دي دي القطوات بتاعتي بقى في اول عندي هي هنمشي على اللي انا كنا لسه اول حاجة رفت نكاريت ايه? مكاريت استيت. والاستيت دي خدت ابجيكت من الكلاس اللي بيكسيند استيت بتاعي. ده ايه? دي مسلا بتبقى فيها المفهود ان ده بتاعك وبيحطه في الايه في التري. انا كده ايه? بتاعتك وبي ايه? بيحطها في التري. فانت لو عايز اي حاجة على بتحطه في ايه? طيب. تاني حاجة بقى ايه? بيجي يبني بقى ايه? بيجي يبني هنا بيبني الايه? بيبني بتاعتك ويحط حاجة اسمها ايه بقى? ويحط الكل وجهة عندي حاجة اسمها البيلد كنتيكست بتاعها. اللي بتعرفه اللي بتاعها فين? في التري. فتلاقي ايه بتاعك ايه? اتبني. في اي وقت انت عايز بتاعتك بتاعتك بتقوله استدعيل الفانكشن اللي اسمها ايه بقى? اللي اسمها سيت استيت. فسيت استيت دي بتروح مع عبدالله الايه? بتقوله ان فيه تغير حصل ايه بقى? بيقعد الكمبوننت بتاعتك. بس مش كل الكمبوننت. كل الكمبوننت اللي حصل فيها تغيير. طب ايه اللي حصل فيها تغيير? انا مش حاطق جنبها اي انا متأكد انها مش هتتغير. يعني مسلا التكست بطن المكتوب جنبه ماينس والمكتوب جنبه المكتوب عليه بلاس. هو ده مش هيتغير لنتيجة حاجة. فانا ممكن احط جنبه كونست. انما التكست اللي هيتغير من واحد لاتنين لتلاتة الاربعة. ده اللي هيتغير. فلازم ان احطه جوة ايه بقى? لازم ان احطه ان هو ايه? ده اللي هيحصله مرة طيبة. ودي فايدة استخدام الكونست. انها بتقلل ان انا مش هريبيلد كل الكمبوننت. انا هريبيلد الكمبوننت بس اللي محتاجة ايه? تغير. فاي كومبوننت انا متأكد انها مش هتتغير احط جنبها ايه? احط جنبها كونست. طيب نيجي البعض كده ايه? سوري. نيجي بعد كده انت بعد كده بقى ايه? بتاعتك ده انت عايز تعمل له انت عايز تقفل بقى ده. فانت ايه? لو في اي لو في اي انت عايز تقفلها فانت بتكنسل كل ده في ايه? في ايه? في ايه? فانكشن. طيب تعالوا نشوف بقى احنا عملنا ايه? عشان احنا جينا بس في بتاعها وراح تقول له ايه? بالانكريمنت بتاعك قلت له زود لي ايه? زود لي واحد. بس قلت له بقى ايه? وجواها استدعيت اللي بتزود ايه واحد. او انت ممكن هنا في المكان ده تزود واحد وتقول له وتعملها ايه? اكواس فاضية مش محتاج اي حاجة. هيشتغل برضو بالنسبة لك. فانا هنا قلت له ايه? والله يزود لي النمبر بواحد وبعد كده ستل ايه? فكده بتاعتك هتشوف ايه? هتشوف اي طريق. نفس الفكرة بتاعي انا قلت له استدهيلي اسمها ايه? دي طريقة وممكن انت تروح حاطة هنا اللي هي ايه? اللي هي على طول زي ما هنشوف كده في بتاعنا ازاي عملناها. تمام? ده كده بقى ايه? ده كده بتاعي انا عملت اهو بتاعي اللي هو الماينوس والبلاس والتيكست بتاعي وهنا قلت له ايه? ده حطتلي وحطتلي الايه? استدعيلي الفانكشن اللي اسمها ايه? وانا حاطت هنا جواها الكود. كان ممكن هنا اصلا احط الكود بتاع الانكريمينت على طول. عملت ايه فحط الكود هنا على طول. مش لازم انا استدعي فانكشن. بس انا عملت كده بس عشان يبقى الكود كله محطوط عندك من نفس الايه? في نفس الشاشة. طيب دعا لكده نشوف الكود كده مرة تانية. بس كده لو انا عملت الكود اهو انا فتحت الكود بتاعي وجيت هنا حلقته ايه? لاتهم كاريت الكلاس باكستاند ماشي وجواها كاريت استايت والاستايت ده بقول له خد لي ابجكت من كاونتر ايه ده? وانا رفت اعيل له الكاونتر هو كلاس تاني باكستاند مين? باكستاند الاستايت. طب الاستايت دي هتبقى المين? تبقى للكاونتر ده. دي بقى اكد عليها مرة تانية. طيب. بدأت ابني عادي جدا. اهو. بصوا كده انا حطيت جنب التكست ايه? انا متأكد ان هو مش هيتغيب. بس ما جيتش ايه? جيت حطيت هنا جنب النمبر ما حطيتش جنب ايه لان انا عارف ان هو ايه هكيد هيتغيب. انا كل جنب كل واحدة حطيت ايه? طول هنا في استدعيل الايه? استدعيل الانكرمينت. كل اللي انا عملته في الانكرمينت طوله ايه? تغير لي الرقم وستل ايه استايت. وفي الديكريمينت نفس الكلام. غير لي الرقم وستل مين? وستل ايه? فكده الكود بتاعي. سهل جدا. كده اما المفروض الاب بتاعي زي ما احنا قلنا وزي ما انت شفته اما عملت الرقم زايد وعملت الرقم ايه? الرقم بالنسبة لي ما فيش مشكلة جدا. خيب تعال نشوف كده. لو احنا بقى ايه? عملنا اب تاني كده. برضو بيتعامل مع ده ايه بهم. بس انا عملت هنا ايه? كزا بقى. فده معناه ان انا هستخدم ايه? عشان بتاعي ايه? تغير. هنا ده بيزود تلاتة. هنا ده بيزود تلاتة. هنا ده بيزود امين. وهكزا. هنا ده بيزود ايه? بريسيت بيصفرهم تاني من ايه? من جديد. هتعال نشوف كده الكود بتاعي. اهو. بيكستاند مين? بيكستاند استادفون. روح تجاي عامل كلاس بيكستاند ايه? بدأت ابني بتاعي. ما فيش فيه اي مشكلة خالصة هون. بس اللي بتحط فيه الكاونتر روح تحطت فيه القيمة اللي في وهنا نفس الكلام. اكيد اما هدوس على ازراء. هزود الكاونتر بالقيمة يعني ده هزود الكاونتر بواحد ده هزوده باتنين ده هزوده بتلاتة. وبعمل ايه? وبعمل ست ايه? بص كده اما انا زودت الكاونتر بتلاتة ما كانش بيغير ليه? لان انا مش اقيل له ما تحط ليش ايه? ما تحط ليش بقى لان رزم انا اخد الكود ده عشان يتغير. حطه هنا. بيقول له ايه بقى? بيقول له ستل ايه? ستل ستل بنقل على التغيير. وانتوا لاحظتم اما انا بدأت ادوس على رقم تلاتة كزا مرة ما كانش حاجة بتحصل بس اما دست على رقم تاني راح اشاف الايه? ايه بص دوقتي اعمل اعمال? ها. بدأ ايه? بدأ ايضايا. لان انا قلت له ستل ايه? لما ما قلت له ستل انا كده ما قلت له فمش هيباعش يلاحز الايه? التغيير بتاعي ويعمل تاني للايه? للايه بتاعي. طيب يبقى احنا كده خدنا الايه? خدنا المسال بتاع خدنا المسال بتاع الايه? بتاع وخدنا كزا مسال تعال نشوف مسال تاني كده لو احنا هنجمع رقمين على نفس الفكرة برضو. تعال نشوفه كده بتاعنا. بس هنا انا هدخله ايه? ايبان برضو عشان اقداريك ازاي بناخد من الانها تلاتة. هنا سبعة. انا روح ايهل لقايات. احبط على الناتج ايه? روح ايهل له ماينس. هيجمع ليه? بقى بتاعي هيتغير نتيجة الايه? نتيجة الانتراكشن مع الايه? مع اليوز. تعال نرجع بقى للسلايد بتاعتنا مرة تانية. ايه زي ما احنا شفنا كده انا بقول له ايه? اما انا قلت له اد بيزود واحد وقولت له فكده استجاب ليه. انا زي ما انتم شفته كده كمان اما انا شلت مفيش اي حاجة حصلت عندي ايه? حصلت عندي خالف. روح تمزود بس الجاونتر وهو هيزود الايه? هيحسن بتاعتي وهنا كل واحدة فيهم كده مفيش فيها اي مشكلة. ده المسال التاني. انا هنا قلت له ايه بقى? اما تدوس على زرار ايه ده اعمل ايه بقى? خد الرقم الاولاني. وخد الرقم التاني. وبمحهم على بعض. تمام? الرقم ده انا اخدته من الايه? من من ده. خد الرقم الاولاني. خد الرقم التاني. يجمعهم على بعض وبعد كده لما يجمعهم على بعض. حط النتج فيهن في صن. دي بتاخد النتج من اين من الصن. فانا قلت له سيت الايه? سيت فياخد القبيمة الجديدة من اين? من الصن بتاعتي. طيب احنا كده عارفنا الفرق ما بين وعرفنا الفرق ما بين وعرفنا ما بين بيبقى فيه وكلاس بيكستند سيت واللايف سايكل بتاعتي عارفناها مفيش فيها اي ايه? اي مشكلة خالص. عارفنا ان اللايف سايكل بكاريت في وبعد كده بروح لانشيات سيت وبعد كده البلد. وفي اي وقت انا بسيت بيعمل ايه? بيعمل استدعي البلد تاني في بتاعي. طيب. لو احنا شفنا المسال اللي اسم قائد ده انا بجمع رقمين وبحط النتج هنا. لو انا عايز اودي النتج في صفحة تانية. او لو انا عايز بعد كده هتنقل لصفحة تانية. هستخدم حاجة اسمها النافجيشن. النافجيشن ده هو المسؤول عن انه يخليني ايه? هتنقل بين بتاعتي. طيب النافجيشن ده مبني على ايه? مبني على ان كل بتاعتي بتتحط في ايه? البيجز اللي بتظهر بتتحط في الاستاك. طيب انا عايز ازهر تانية بحطها في الطوب بتاع الايه? الاستاك. يعني انا كتصهر صفحة الهوم عايز الصفحة هات صفحة اللوجن حطها فين? فوق الاستاك هن. تمام? طيب. في كل وقت انا عايز احط صفحة بابوش الصفحة دي فين في الاستاك. طب انا عايز ارجع تاني او اروح لصفحة تانية. بابوب الصفحة دي من الايه? لا عايز ارجع باك بابوب الصفحة دي من الايه? من الاستاك. بابوش بالروت بتاعي من ايه? من ايه? من ايه? من سكرين. كل سكرين تأيه? بتظهر طيب في الاندرويد اللي سكرين دي بيسميه ايه? ايه? دفل اي او اس. ليس كنترولر. طيب هنا في الفلوتر اي سكرين عندي بسميها ايه? احنا قلنا ان اي حاجة عندي في بسميها ايه? بسميها فاحنا بنستخدم الايه? حاجة اسمها عشان ايه? عشان هي اللي تخليك تتنقل بين الايه? بين طيب. فيه مشهورة جدا هي اللي بتاعتي اسمها ايه? اسمها طيب ده فيه اسمها بوش وفيه اسمها ايه? وباستخدم فيه بقى ايه? باستخدم فيه الروت بتاعي لان الروت ده بيمسل ايه? كل سكرين عندي بتمسل ايه? بتمسل الروت. فانا بابتدي ايه? بابستدي استخدم عشان انا امال الروت ده باستخدم كلاس تاني اسمه ايه? ماتيريال ايه? ماتيريال بيج روت. طيب. التنقل بيبقى بتيجي في طريقتين. انواع عندي ايه? تعال نشوف مسال بيوضع حاجة زي كده. بص كده. انا عايز اروح لصفحة تانية. انا في صفحة الهوم مسلا وعايز اروح لصفحة الدتيلز. قلت له استخدمت النبيجياتور دوت ايه? دوت بوش. طيب عشان اقول له الروت بتاعتي الروت بتاعتي اللي هي بتاعتي باستخدم ايه? دي بتاخد ايه? بتاخد برامتر? لو بقول له ايه? بقول له بتاعي. البلدر بتاعي عبارة عن ايه? فيه والاي? والدتيلز بتاعتي. انا كده اقول له ايه? ده بياخد برامتر اللي هو البيلدر بتاعي والبيلدر بتاعي جوه واللي ها قلت له خدت من الصفحة ايه التانية? كبه انا عملت ايه? ده بياخد كم برامتر بياخد اتنية? او البرامتر اللي هو تاني برامتر اللي هي دي جوه ايه? من الصفحة التانية اللي انا ايه? لنا طب ده بيحصل ازاي? اهو. انا في الهوم سكرين رح تقيل له وعطي له ايه? بيج رود بالدتيلد سكرين رح اعمل لها ايه? طب افريد انا عايز ارجع باقي اقوله اقوله هطلع الايه من الروت فكده هيخرج من الايه? اهو. فاي واحدة عايزة اعمل اهو. رح تقيل له هيروح اعمل ايه? بوب للصفحة من الايه من السكريم من الستاج بتاعتي فهتظهر الصفحة التانية. دي اول طريقة. تعني طريقة عندي الايه? انا هسمي كل صفحة بروت معين. فانا هاجف ان الروتس دي بتتحط فين? فكريين اللي هو من اللي كان في صفحة الهوم بتاعت اللي هو الروت بتاع كل الحاجات. فيه برامتر فيه اسم الروتس. وبتدي له لستة من الايه? من الروتس بتاعتي. عبارة عن كده. كي وفاليو كي وفاليو. الكي اللي هو ان اسم الروت والفاليو اللي هو ايه بقى? الابجكت اللي انا اخذه من بتاعتي اهو. بتودينا على بتاعتي. انا فيه ده بقول له وديني للهوم. ده بقول له وديني للايه? طب تعالوا نشوف بقى ازاي هنستخدم دون. كده معناه ان انا بتاعي كله بقى عارف ان انا عندي كامروت عندي اتنين واحد ده واحد ده. يبقى انا لو انا استخدمت دي هيوديني للصفحة دي. لو انا استخدمت دي هيوديني للصفحة دي. طيب انا جيتها اهو انا في جيتور بقى دوت بوش ما بقولوش دوت بوش بقى بقولو دوت بوش ايه بقى? نيم ده وباديله وما بدلوش بقى باديله على طول بس. وانا كده كده مش محتاج ده انا النام ده هيروح للماتيريال بتاعتي اللي اللي موجود عندي ويشوف كل روت بيودي على فين فيبتدي ايه? ايستخدم اهو. الروتس بتاعتي انا بقولو بتوديني للديتيل ده ايه? طيب. فبعد الوقت انا عايز لما الاب بتاعي اول ما يشتغل هيروح لصفحة معينة. فانا قلت له بتاع ايه? هو مين? هو اللي هو لده. فده معناه ان الانيشيال روت لما انت بتاعك هيحصل له هيروح يدوغل على سترينج هيوديني للفيرست ايه بقى? للفيرست سكرين بتاعتي. تعال نشوف اب مثال بيوضح الكلام ده كله. ده مسال اهو بيوضح الكلام ده كله. تعال نشوفه كده. تعال نفتح بس المين? اهو. ده انا نخش بول كنتلول از انا بس في ال كان في مشكلة ان انا قلت له ايه بقى ان انا في في ما قلت لهش ان انا ايه? عالفولدر بتاع الصور بتاعتي. انا بس اشيل ده كده. راح اقول له انا الفولدر بتاعي بس هو الامجز لان انا قطط في assets وقطط جوال assets ايه? فولدر اسمه ايه? امجز. تعال نعمل قد رستار تاني. توسف ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر